فرنسا كل مرة تهينكم إهانات متواصلة هل هذا المرة تصدروا قرار بوقف ما نقولوش مرور الطيران المدني لا لا الطيران العسكري الفرنسي على الأجواء الجزائرية على قبر الشهداء وعلى بيوت المجاهدين اللي ما زالوا أحياء اللي كان نفس الطيران يقصفهم هل ستتخذون مثلا تقومون تطلبون السفير الفرنسي بمغادرة الجزائر ولو مؤقتا مثلا هل ستقومون بتخفيض هذين بالأشياء كلها اللي ممكن في الدارة وكلها في طرد سلمي هذين مش حرب بإعلان عشرين أو ثلاثين دبلوماسي السفارة الفرنسية فيها أكثر من ثلاثمائة دبلوماسي مش عارش يديروا ثلاثمائة دبلوماسي تخيل عندما اكثر من ثلاثمائة دبلوماسي وفرنسيين أكثرهم يعني هل ستقومون مثلا بطرد ولو عشر بالمية من دبلوماسيين الفرنسيين في الجزائر مثلا هل ستعلنون عن وقف الاتصالات الرسمية لمدة مثلا تقولوا لمدة أربع سبيع فقط شهر هل توقفون إعطاء الكيروزين والمازوت والإيسانس للقوات الفرنسية اللي مازالتون تمركزها في النيجر على سبيل المثال أم لا هل توقفون تنسيق الأمني كما يديروا عباس مع الصهاين أنتم مارك مديرين ومع الفرنسيس خدمة مخابرات الدعم المخابراتي للفرنسيين في إفريقيا هل ستوقفون هل ستلغون الاتفاقيات اللي وقعها معاكم ماكرو لما جاء في أوت ومن بعد جاءت الحكومة انتعوا بعدها الاتفاقيات اللي وقعها شنغريحة بما فيها إرسال مزيد من الضباط الجزائرين للتدريب في فرنسا وشراء أسلحة من نوع الصنف الثالث أو الرابع هاي يكونوا رجال وديروا حوائج من هذا هنا ما ديروا هاش كل هنا كثير عليكم كل ديروا منها شوية لن تستطيعوا لأنكم لستم أكثر من وكلاء للقوى الخارجية وخاصة فرنسا ولأنكم تعرفون جيدا أن لو ترفع فرنسا يدها عنكم فإن وضعكم لا أقول سيتدهور بل أقول سينهار واحتمال فرنسي اليوم والكبرى هو الامخال الجزائري تقهر فيه تفقر فيه جوّع فيه تعطل فيه تكذب عليه وأنتم تعرفون أن فرنسا بالنسبة لي ليكم هو مثل لا أقول الراضيع إنه مجنين اللي في بطن أمه اللي يوصلوا لأكل يوصلوا الهواء عن طريق الوالدتها وعن طريق أمه في بطن أمه أنتم لستم إلا لعبة ولستم إلا خدم لستم إلا خماسين عند القوى الخارجية عموما وفرنسا خصوصا دعنا نسمعوا وشي يقول تبون بالذات وإحنا إحنا كذلك قوى إفريقية نتفاهموا نتفاهموا أنا بكو تربايا في فرنسا والتاريخ يبقى للتاريخ وشيش اليوم يعني يدخل في طرديق تعكد أنا تأشير متقد خلا روسيا الدولة صديقة ومهوش صديقة ضد واحد أمريكا دولة صديقة الصين دولة صديقة الهند دولة صديقة أوروبا دول صديقة وره المشكلة تتولي الصديقة تتولي الصديقة تتولي اللمت في الشهد أخذنا مشي طيرا قاع صديقاء قاع دول صديقة ما فيش في العالم إلا إذا كانت الريبيبليك بانانيار دولة لا قيمة لها الجميع ينهبها وتدفع له الجزية اللي يقول لك أنا كلهم أصدقائي معنا كلهم أسيادي الدول إما تلقاه في هذا الاتجاه إما تلقاه في هذا الاتجاه ومرات بعد يقول لك احنا عدم للحياز وهو عدم للحياز كاش ما بقى عدم للحياز حتى تقولون نارنا في عدم للحياز كاش حاجة أسماء عدم للحياز ما زالت باقيا عدم الحياز كانت أيام الصراع ما بين القطبين وانتهت معه انهيار تحاد صوفيتي الصين أصدقاء الروس أصدقاء الهند أصدقاء أوروبا أصدقاء أمريكا أصدقاء كل هذه الدول توصلها زيارة تاح بعبارة درجة توصلها الجزية بعبارة أخرى دليل؟ دليل آخر ها أخونا الأمريكي ها صديقهم الأمريكي هذا أكبر جنرال أحد أكبر جنرالات الأمريكان هو قائد الأفريكون وقد وصل إلى الجزائر اليوم وطلقها تبون بطاية الحال وطلقها شنغريحة إلى آخره وش يقول على تمسيح مجالات التعاول العسكري التنائي كما تعد هذه الزيارة فرصة بإمكاننا استغلالها سويا لتجديد التزامنا قصد توسيع مجالات تعاوننا العسكري والتطرق بكل براغماتية وموضوعية للمسائل ذات الاهتمام المشترك في المنطقة في هذا السياق يتميز الوضع الأمني السايد على الساحة الدولية بظهور النزاعات المسلحة وتفاقم الأزمات والتوترات والترتب عن هذا الوضع هذا وش رح يخطب للأمريكي هذا في لقاءه مع الأمريكي براغماتية السنة الكلمة تعال براغماتية يعني يدير عليها هو قل في براغماتية والتعاون في المنطقة واش دخل أمريكا في المنطقة هذا اللقاء وتقول أننا تعاون مع أمريكا في المنطقة معناك تتعاون مع قوة كبرى استعمارية في المنطقة ومش فقط تعترف به تتعاون معها يعني الجزائر اللي كانت تقول يخرج الإمبريالية من إفريقيا ومنش عارف طول من الستينات والسبعينات وما زلتوا تقولوا على أساس أنتم ما عاطين للشعب أنكم أنتم ما مع الروس والصين ها وش راي يقول الأمريكي مش هذا برك في الخطاب هذا تقدروا زي تكملوا تسمعوه يعني مش حاب نزيدنا نطور عليكم أكثر يقول وعلاقاتنا منذ 2005 منذ 2005 الأفريكوم عندما تأسست وأصبحت تجي وأيضا تجمعهم وتقول لهم مش يديروا وتفوت الطائرات الأمريكية أيضا على الأجواء بدون مشكلة أمريكان قالوا لهم أعطونا نفس المعاملة أعطيتها للفرانسيس وراهي الأجواء مفتوحة للأمريكان وللفرانسيس وللطليان للجميع للجميع إذن هذك لهم يقولوا لتحل في النيتو وهذك المعارضين عملات عن النيتو ها هوا النيتو هنا ما هوش شبيه ها هم أرباب النيتو ها هم في الجزائر أمريكا هي رب النيتو هي القوة الفاعلة والضاربة والممولة والأخرين كلها يجو بعدها وربما كانت تجمع كل جيش النيتو ما يستوص في الجيش الأمريكي ها النيتو في حد ذاته برجليه جاي شفتوا علاش كي يقولكم أمريكا والنيتو وفرنسا ومسخم بالحطب أنه كله أكذيب إنه نظاما لا ينبع حكمه من إرادة شعبه حتما سيلجأ للقوة الخارجية لتحميه حتما سيلجأ للقوة الخارجية للبحث عن الشرعية لأنه لا يجد شرعية في الداخل لأن الشعب يقول له تببون مزور جابو العسكر مكاش الشرعية الدول التي لديها مواقف تجد عندها خصومات مع الكثير شوفوا تركيا لديها خصومات مع الكثير بالرغم الجزء الحلف الأطلسي مشاكل مع أمريكا مشاكل مع السويد مشاكل مع المانيا مشاكل مع فرنسا مشاكل مع الروس مشاكل مع الصين لأنها قوة تنهض ولأنها تنهض يجب أن تصطدم بالآخرين لأن الآخرين متوجدين ونفوذهم قوي في المنطقة إحنا أنت أنا أقول لك هو صديق الجميع ما إحنا أنا عميل جميع بطريقة أخرى بعبارة أخرى تبون يقول إحنا عملائكم جميعا مكاش مشكل خلونا السلطة بار خلونا المكان خلونا عارفين لو كان الشعب يتمكن مننا كلنا رح يكون مصيرنا أو يحيى أو بعزة وسيني والسعيد بوتفليقة لأن أقل شيء الشعب كون يحاكمكم قار على هذه الفترة فقط مش على الفترة اللي جات من بعد على فترة بوتفليقة فقط سكنون ويحيى يكون مثل سلال ويحيى وتبون يكون مثل يتسلال ويحيى وشنغريحة ومن معه أيضا يكونوا مثل الجنائرات الآخرين هذا نظام خائن فاشن رديء وأصبح كذاب بشكل رهيب ترجمة نانسي قنقر